سيروا رحمهم ويرحمهم ويعيد رجاتهم للجنة فينفونا بأسرعهم وأنورهم وولوهم وبركاتهم بالدين والدن والآخرى وعلانية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي وآهل البيت محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على وسلم ربي صلي على وحمد يا ربي صلي على محمد يا ربي غصاه بالغضيلة يا ربي صلي على محمد يا ربي وارضاعي الصحابة يا ربي صلي على محمد يا ربي وارضاعي الصحابة يا ربي صلي على محمد يا ربي وارضاعي الصحابة يا ربي صلي على محمد يا ربي وارضاعي الصحابة يا ربي صلي على محمد يا ربي وارضاعي الصحابة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد يا ربي وارضاعي الصحابة يا رب سلس على محمد يا رب سلس على محمد يا رب وغفر لكل مذني يا رب سلس على محمد يا رب سلس على محمد يا رب يا شابيع دعان�면 يا ربي صلي على محمد يا ربي لا تغتع رجانا يا ربي صلي على محمد يا ربي بلغنا نزور يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد يا ربي تغشان نبي نوري يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد يا ربي حظانك وامانك يا ربي صلي على محمد يا ربي وسكننا جنانا يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد يا ربي أجرنا من عذابي يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد يا ربي حتنا بسعادة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد يا ربي وسلح كل مصلح يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد يا ربي نخدم بالمشافع يا ربي صلي على محمد 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 يا رب صلح عليه وسلم سلام عليك زينال انبياء سلام عليك أخطان صلو عليك سلام عليك زينال انبياء سلام عليك أخطان انبياء سلام عليك أخطان انبياء سلام عليك أصبال اسبياء السلام عليك زينال انبياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك زينال انبياء سلام عليك زينال انبياء السلام عليك زينال انبياء السلام عليك اخطان انبياء يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاة وهذا مدلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاة وهذا مدلبي يا نبي أنت المرتجة يوم زيها إشبع لنا يا غيرنا أنت المرتجة يوم زيها إشبع لنا يا غيرنا وإشبع لنا يا حبيبنا إشبع لنا يا حبيبنا لك شفاة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاة وهذا مدلبي يا رسول الله فتحنا لك فرحا مبنا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة وينصر الله نصرًا عزيزًا أنا لا يكتو يصالون على النبي يا أحد الذين آمنوا أسلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الغوء الغالب البني الطالب البعث الوارس البني السالم عالم الكائن والبائن والزائن والذاهم يسبه الآفر والبائن والطال والغارب ويوحيده النادق والصابت والجابد والذاهم يضربه بعدله الساكر ويسكنه بالفرد الظالم لا إله إلا الله لا إله إلا الله حكيم أدهر بديعيكم والعجائم في ترتبي تركبي هذه الكواليم خالق مخان وعزمان وعددان وعرقان ورحمان وجلدان وشعران ودمن منذ ممو التاليف ممو التركب مما إن دافك يخرج من بين السلب والطائم لا إله إلا الله كريم بسطة لخلقه بساطة كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائم هل من طالب حاجة فاونره المطالب فلو رأيت الخدامك ياماً على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين الأدم والتائم وخائف لنفسه يعاتب وابك من الظلوب إليه هارف فلا يزالون في الاستغفار حتى يكفى كف النهار ديول القيالي ويعودون وكرفزوا بالمتلوب وادركوا إذا المحبوب ولم يعود أحد من الكوم وهو خائف لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملكنا وجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل يخرج أدب من الطير النازم وعرض فخره على الشياء وكَالَ هذا سيد الأنبياء وَجَلُّ الْأَذْبِيَاءِ وَأَقْرَبُ الْحَبَائِمِ اللهم صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى عليه كلا هو آدام قال آدام به وعلى المراتب كلا هو نور قال الحمد ينجو من أخرج ويهدك من خالبه من الأهل والأقارب كلا هو إبراهيم قال إبراهيم بيتكم حجته على عباد الأصنام والكواكب كلا هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاتب كلا هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوتك الحاجب كلا فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوذار وتوجته بتجاني المحابة والإبتخار ونشأت على رسيل عصائب قاله نبيون استفرده ملايب ظالم يموت أبوه ومه ويكبره جده زمام وشكيق أبطالي واللهما صلي وسلم واللهما صلي وسلم وبارك عليه وعلا يبعث من تهامة بين أيدي القيامة في ظري على ما تزله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبير الذين الذوائب ألفي الأنفي ميمي الفمين نوني الحاجب سمعه ويسمع صرر القلم وصله إلى سبع تبك الثاقب قدمه قبلهما البعير فزال مشركه من المحن والنمائن آمن من ضم وسلم تعليم الأشجار وخاطبة الأحجار وحن إليه الجزو حنين حزين النادي إلاه تظهر بركاتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا ينفر ولا ينام ولكن للخدمة على التوامي مراكب إن غز يعف ولا يعاكم وإن خز ما يسمع ولا يجاوم أرفعه إلى أشرف المراتم في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موقف من الملائكة يفق على سير المواكب فإذا تقع على الكهنين والفصل عن العالمين ووصل إلى قبي قزيني قند الله هو نالذيم والمخادر اللهم صلي وسلم وبرك 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 أكيب عمر حد الأكيب كبدا وحدي كباب الحيلاء أتوى المعطارين وتلقى الكبات الحضرة وفيها نبي نور الله يجلل قائعين صلات الله مالا عد كواهيد على عمد خير من رقبان نجاهين هذا حديث سورة بسم الحبائي فهذا شكرا أعطى فركائي وكان ساحا رضا ودنا التالاكي وكان جهة الحنا من كل جانب أكيب عمد خير من رقبان نجاهين أكيب عمد خير من رقبان نجاهين وكان حديث سورة بسم الحبائي فهذا شكرا أعطى فركائي يتمر بالحبيب في كل قصير أكيب عمد خير من رقبان نجاهين نبي الله خير من رقبان نجاهين أكيب عمد خير من رقبان نجاهين أكيب عمد خير من رقبان نجاهين سورة بسم الحبائي فهذا شكرا أعطى فركائي لغو الجغغ الرعفي ولغو البعالي لغو شرط الماء أكيب عمد خير من رقبان نجاهين فلو ألا سعى لا كن لغينين أل الأمد حين فعو خير من رقبان نجاهين أكيب عمد خير من رقبان نجاهين بدا حديث سورة بسم الحبائي فهذا شكرا أعطى فركائي أكيب عمد خير من رقبان نجاهين 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 فعو خير من رقبان نجاهين أكيب عمد خير من رقبان نجاهين صلى الله عليه وسلم وبركاته وإلى الليك فسبحان منصره صلى الله عليه وسلم مشغف المناسب والمراتب أحمده والأمامنا من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله دولة شريك له رب المشارك والمغارب شاء الله سيدنا محمدا عبده ورصبه سائر الاجم والعالم صلى الله عليه وسلم والآله وسبيل الماثر والمناقيم صلاة وسلاما لهمين وتلزيمين ياتي غير ما يوم الكيامة غير خائم اللهم صلي وسلم وبركاته وإلى اللهم بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نسده برد غنيثين وردن من كان قدره عزيما ونسبه كريما وسراتهم سجيما قال فيها كيما لم يزل سبيعا نليما صلى الله عليه وسلم على النبي يا أيها الذين آمنوا صلى الله عليه وسلم وتسليما اللهم صلي وسلم وبركاته صلى الله عليه وسلم وبركاته وإلى الحديث اللوانا بريل مدافق ورسالي القرآن اللاتق أخذي علماء سيدنا عبد الله إبنى سيدنا العباد رضي الله رضي الله صلى الله عليه وسلم قال إن كريشة كانت نورا من يد الزواجل قبل يخلق آدم أبيان فيعام يسبي الله ذلك النور تسبيه الملائكة بتسبيه فلما خلق الله آدم ودى ذلك النور في تينتي قال صلى الله عليه وسلم فهبطني الله زوجا ليل نرني في زهر آدم وحفلني في السبينة في سلب نور وجعلني في سلب الخليل إبراهيم هنا قذف به في النار ولم يزل الله زوجا ينقلني من الأصاب الطاهرة إلى رحم زكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يرتكي على سفاه القاتل اللهم صلي وسلم وبارك علي ومسلم وسلم وبارك علي وانا الحديث الثاني أن أعطبني السعر لك بالأخبار قال لمن يبطر تيلة سفر واحدا كان ياتمه ودخله سنو فلما ماتببتنه بذبين بنقرد آمان سمان خوينه بمكة وفجرته بالمدينة وسلطانه بالشاء صلى الله عليه وسلم كسو شرعه يتزل على وسط يكونوا كرن أنبياء وأمته خير الأمام يكبيرن الله تعالى لكل شرفين يصبون في صلاتك سبوبهم في القتال قلوبهم سمو يحمدون الله تعالى لكل شدت ورها سلسل ينخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا بهم وسلصنيتنا بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وسلصنيتنا بذنوب وخطايا عساب فيقول الله تعالى للملكة اذغبوا فزنوهم فيقولون ربنا وجرناهم أسرقوا على نفسهم وجدنا ما له من ذنوبك مثال الجبال قرنوا بشدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي عشاء صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا ربي عشاء وكراه يا ربي عشاء 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 يا وتراجي يا وتراجي أبتا يجي خات العالمين يا أوريد الجود والكالمين يا ربي فنفعنا ببركاتهم وهدينا الحسنى بغرباتهم وآبتنا في طريقتهم ومؤفذين من البتنية رسول الله سلام علي يا ربي عشاد والدرج يا ربي عشاد والدرج يا ربي عشاد والدرج يا ربي عشاد والدرج سماة وردج الملائكة تخليلا وتمجيدا والسغفار يا ربي عشاد والدرج يا ربي عشاد والدرج يا ربي عشاد والدرج محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام 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 عليه يا حبيب سلام عليك يَا أَيَّا صُرَهُ الْعَدْ إِذْ حَمَنَا بِوْجُودِ الْمُصْطَفَى يَا دِي مُحَمَّنُهُ يَا نَبِي سَلَمَ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ سَلَمُ عَلَيْكَ يَا عَبِيبِ سَلَمُ عَلَيْكَ يَا صَلَوَةُ الدُّلَّا عَلَيْكَ مرحباً مرحباً يا نور عيني مرحباً مرحباً جنة حسيني مرحباً مرحباً يا نور عيني مرحباً مرحباً جنة حسيني مرحبا يا رسال الله يا أهلا مرحبا بيكا يا نبيكا نسعى مرحبا يا نور عيني مرحبا يا جنة حسيني مرحبا بيكا يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصر مرحبا يا نور عيني مرحبا يا جنة حسيني مرحبا يا جنة حسيني مرحبا بيكا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا دل حسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور ليني مرحبا يا دل حسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور ليني مرحبا جتل حسيني مرحبا مرحبا الله على نوري نبي الله الله على نوري نبي الله ورابي بجع وجدامنا فيدو حسن غدامي ودنا ما قتلنا من عطاياك الجسامي ودعا مرحبا 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 ودنا من عطاياك الجسامي ودنا من الملحبا ودنا من عطاياك الجسامي ودنا من قبلنا ودنا من قبلنا والآن بدل علينا إنساني يا كرودا وجب الشكر علينا ما دعا للهيدا ربي بغبرني ذنوبيا ربي بغبرني ذنوبيا ربي بغبرني ذنوبيا ربي بركة الحديد محمديا ربي بلغنا بجائيا ربي بغبرني ذنوبيا ربي بغبرني ذنوبيا صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلي يا ربي صلي وسلي يا ربي صلي وسلي يا ربي صلي وسلي وكريم الرواح منا سر الله على محمد يا ربي صلِّ وسلِّ وصلاد الله إذا نجا أجر ما رسل محمد وصلاد الله إذا نجا أجر ما رسل الله على محمد وصلاد 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 الله على محمد وَدَنْ فِيهِ زُمْرَتِهِ وَاسْتَعْمِنَا الْسِنَةَنَا فِي مَدِهِ وَنُحْرَتِهِ وَأَحْيِّنَا مُتَمَسِّكِنَا بِسُنَّةِ وَتَعْتِهِ وَأَمِدْنَا اللَّهُمَّ عَلَى حُبِّهِ وَجَمَاعَتِهِ اللَّهُمَّ عَدْخِلْنَا مَعُدْجَنَّا فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُهَا وَعَنْزِلْنَا مَعُفِي قُسُرِهَا فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ يَنْزِلُهَا وَأَرْحَمْنَا يَوْمَ يَشْفَعُ لِلْحَلَئِكِ فَتَرْحَمُهَا اللَّهُمَّ عَلْسُقْ نَا زِيَارَتَهُ فِي قُلِّسَنَا وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْغَافِلِينَ عَنْكَ وَلَا أَنْهُ قَدْ رَاسِنَا اللَّهُمَّ عَلَا تَجْعَلْ فِي مَجْلِسِنَا هَذَا أَحَدًا إِلَّا غَسَلْتَ بِمَيْتَوْبَةِ ظُنُوبَةً وَسَلْتَرْتَ بِرِدَى مَغْفِرَةِ وَيُوبَةً اللَّهُمَّ عَلَا إِنَّهُ كَانَا مَعَنَ فِيسَنَةِ مَعَدْيَةِ إِخْوَانِ مَعَنِ الْقَضَاءَ الْمُسْلِيلَ مِثْلِهَا وَلَا تَحْرِيمُهُمْ تَوَا بَهَرْتِهِ السَّحَفَ فَضْلَهَا اللَّهُمَ عَلْتُقْنَا اللَّهُمَ عَلْحَمْنَا إِذَا سِرْنَا مِنْ أَشْحَابِ الْقُبُورِ اللهم الحمنا إذا سرنا من أشحاب القبور فافقنا لعمل صليحي يبقى صنعه على ممارد نهور اللهم اجعلنا لعلايك ذاكرين ولنامائك شاكرين ولنامائك شاكرين وآحينا بطعاتك مسمونين وإذا توافتنا فتوافنا خير مختونين ولا مهضولين واختم لنا منك بخير اللهم اكفنا شر ظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول كريم لنا شفيعا ورسوكنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسكنا من حوض نبيك محمدين صلى الله عليه وسلم شربة هنيعة مريعة لنطبع بعدها أبدا واشرنا تحت لوائه ودا الله مغفر لنا به ولي آبائنا ولمهاتنا ولمشيخنا ولمعالمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى لهذا الخير في هذه الساعة والجميل مؤمنين والمؤمنات والمسلمين والأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات فغافر الظنوب والخطيات يا أرحم الرحمن يا أرحم الرحمن يا أرحم الرحمن وصل اللهم على سيدنا محمدين وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عمى يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر اللهم على المرسل وَالُسَيِّ الْعَسْرِينَ أحمد Firdaus وَالُسْرِيد عَيْدِي師 وَبْقَى Dan juga Ustaz yudi dan doa dipimpin oleh سيد الحدب الوى bin idrus semoga kita menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan Rasul pun menjadi cinta kepada kita amin kita hadirin sekalian jamaah mauni Rasul صلى الله عليه وسلم Kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Sebelum Qalik membacakan surat Ayat-ayat suci Al-Quran Kami mohon panitia Untuk dapat mengkondisikan Adik-adik kita, anda kanak kita Bahwa nanti Saat Qalik membaca Ayat-ayat suci Al-Quran Tidak ada yang ngobrol Tidak ada yang bercanda Adapun Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Akan dibawakan Oleh kori nasional Yaitu Al-Ustadz Encep Suryadi STHI Untuk waktu Dan tempat Tafadal Mashkura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير ولما رأى المؤمنون الأحزاب ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير ولما رأى المؤمنون ورسولنا الأحزاب ورسولنا الأحزاب ورسولنا الأحزاب ورسولنا الأحزاب ورسولنا الأحزاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وما زادهم إلا إيمانا وتسليما اشتركوا في القناة 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 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطفال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم ورحمة الله 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 وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته Serta Para undangan Asatis Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Namun tidak mengurangi Rasa tazim dan homad syahat Kepada beliau-beliau Salam dan salam Kita aturkan kepada Jujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Semoga Di yaumil akhir nanti Kita mendapatkan Jujuran Jafaat dari beliau Salam Pertama-tama adalah kita Menjadikan puji syukur Hadrat Allah SWT Atas nikmat dan karunianya Kepada kita semua Hingga malam ini kita Sama-sama bisa berkumpul Menghadiri peringatan Nabi Muhammad SAW Di musolah Baitul Huda Dalam keadaan sehat Tanpa satu halangan apapun Pada kesempatan ini Saya mewakili Segenap Panitia Peringatan Maudid Nabi Muhammad SAW Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada hadirin Tamu-tamunya Rasulullah SAW Yang Alhamdulillah malam ini Jamaah Begitu banyak Begitu padat Semoga Niat kita datang malam ini Diberikan Rahmat oleh Allah SWT Diampuni dosa-dosa kita Dan di tiga derajat kita Yang kedua Terima kasih banyak Kepada Para donatur Yang telah Menyumbangkan sebagian hartanya Demi terlaksananya Acara Maulid Nabi Muhammad ini Dan selanjutnya Tak lupa Saya mengucapkan Beribu banyak terima kasih Kepada rekan-rekan seluruh panitia Yang tanpa lelah Susah payah Sampai akhirnya Acara ini terlaksana Dan insya Allah Sampai akhir Nanti Semoga Apa yang Renan-renan panitia Usahakan Upayakan Dibalas oleh Allah SWT Dan Selanjutnya Atau yang terakhir Saya mewakili seluruh panitia Memohon maaf Kepada Para hadirin Para jamaah Apabila Disana-sini Banyak kekurangan Memang itulah Apa Upaya kami Usaha kami Semoga Bapak ibu Yang dirahmati Allah Dapat memakluminya Demikian Sembutan yang dapat saya sampaikan Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Untuk Bapak Adi Sofyan Atas sambutan Mewakili Betua panitia Peningkatan Mualid Nabi Muhammad S.A.W Untuk acara selanjutnya Yaitu Mau iduh asana Yang pertama Akan disampaikan Oleh guru kita Yang Mengajar Di musolah Rutin Tiap Ahad Malam Ba'dah Maghrib Kita persilahkan Memberikan Tausiahnya Kepada Al-Ustaz Haji Sidik Fatani LCMA Tafadda Meshkura Sallu Ala Nabi Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah 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 Amdayywa Fee Ni'amah Wai Yuka Fee Mazzee Alhamdulillah Al-Ladhi Ja'alana Min Ummati Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Ala Jami'i Niam Alhamdulillah Ala Kulli Hal Alhamdulillah Ya Rabbal Alamin اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفاتي وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله كلما ذكرك الذاكرون وففل عنك الغافرون يزال الله عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله حضرت المقرمين para أساتذة para حبائب tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan oleh الله سبحانه وتعالى وبالخصص guru kita bersama Al-Habib Salim bin Umar Al-Hamid وبالخصص Al-Habib Muhammad bin Alwi Syahab penceramah kita di malam hari ini orang tua kita guru kita K.H.S.T.R. Ahmad bin H.M.T.Lahir Al-Ustaz Haji Muhammad Yusuf bin K.H.M.A.R. Ashad Al-Ustaz Abdul Rashid bin K.H. Abdul Halim Samli Al-Ustaz Muhyiddin Al-Ustaz Hidayatullah Al-Ustaz Taufiq Pimpinan Musallah Baitul Huda dan juga Al-Ustaz Ad-Duktur K.H.S.H.I.R.I.S.Y.R.I.S.Y.H.M.W.C.N.U.K.R.M.A.T.J.A.D. Al-Ustaz Ghanis R.I.S.Y.R.I.S.Y.H.R.I.S.N.U.K.N.U.K.R.M.A.D. dan para asatidah sekalian yang memaaf Al-Fakir dia dapat sebutkan namanya satu persatu teriring doa Atalallahu amarahum fi sihatin wa afiah mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau semua dalam keadaan sehat afiah wa nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi asrarihim wa amdadihim wa karamatihim wa ijazatihim wa ulumihim wa naghuratihim wa muhabbatihim fi daraini amin amin ya rabbal alamin mudah-mudahan ilmu beliau keberkahan beliau madat beliau sampai kepada kita semuanya murid-muridnya amin Allahumma amin hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah para tetamu Rasulullah SAW saya baru tahu diminta untuk berdiri berbicara ini namanya partai tambahan doangan partai puncaknya nanti sama guru kita Al-Habib Muhammad bin Al-Wishyab saya hanya ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT betapa kita beruntung jadi orang condit Alhamdulillah Allah SWT termasuk orang condit karena apa Allah masih jaga kita punya tradisi seperti ini kita masih dijaga oleh Allah SWT dengan ulama-ulama kita guru-guru kita semuanya yang mengajarkan tentang tradisi yang semuanya tidaklah kita ragukan lagi bahwa semuanya ini adalah berdasarkan syariat tidak keluar daripada syariat Allah SWT ajaran para salaf-salaf kita para ulama-ulama kita dahulu jangan sampai kemudian nanti kita punya anak keturunan peringatan maulid hanya tinggal sejarah tahlilan di kampung kita hanya tinggal sejarah kita tidak lagi ketika meninggal dunia didoakan anak cucu kita karena kita tidak menjaga tradisi yang diwariskan oleh keluarga kita tradisi kakek nenek kita para guru-guru kita di condit kita masih aman belum tentu nanti keluar dari condit ada banyak kasus orang keluar dari condit tiba-tiba langsung membitahkan apa yang kita lakukan saat ini tidak lagi kemudian mereka tahlilan tidak lagi kemudian mereka memanjang foto-foto para haba'i para guru-guru kita yang kita cintai sebagai hubungan ruhani kita dengan beliau-beliau semuanya di condit masih kita dapatkan dengan mudah Alhamdulillah kita meninggal dunia mudah-mudahan banyak yang tahlilin kita Amin apa yang kita harapkan ketika kita meninggal dunia saya mendapatkan doa dari orang-orang yang hidup Doanya orang yang hidup kepada orang yang meninggal adalah hadiahnya kita semuanya yang telah meninggal dunia sungguh kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala ini malam udah tanggal berapa tanggal berapa pak tahunnya 25 doangan komariahnya tanggal berapa tanggal berapa pada gadin jawab ini udah 21 bulan jumadil ula orang Indonesia nyebutnya jumadil awal jumadil ula tanggal 21 udah lewat berapa bulan dari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tetapi kita gak mikirin itu bagi para pecinta mau tanggal lahirnya kapan kita gak peduli yang penting kita mengenang kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam walau anna amilna kulla yaumin au kulla imin bi-ahmada masruran kad kana wajib kita melakukan yang kalaupun harus kita melakukan tiap hari kita mengenang kita bersyukur kepada Allah atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kita bergembira akan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kita bahagia kita senang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kad kana wajib wajib bagi kita maka gak peduli mau lahirnya kapan gak peduli tanggalnya kapan terus setiap saat kita mengenang daripada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sebab ada tuduhan kepada orang-orang yang memperingati maulid katanya kita menghususkan hari dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malam ini kita buktikan kita tidak pernah menghususkan menjadikan hari raya apapun selain apa yang disyariatkan oleh agama kita semuanya hadir karna idhara syukur wal farh was surur biijadillah iya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kita bergembira kita senang kita bahagia kita bersyukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bagaimana mungkin kita bisa lepas dari Nabi Muhammad bagaimana mungkin kita lepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam setiap saat namanya kita sebutkan tidaklah sah solat kita ketika kita tidak menyebut nama Nabi Muhammad tidaklah sah adhan kita ketika kita tidak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tidaklah sah syahadat kita keimanan kita ketika kita tidak menyebut nama Nabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم oleh karena itu sangat luar biasa Qutbul Aqtab seorang wali besar murid dari Qutbul Aqtab Bapak Asrar Sayyidi Al-Imam Abdul Hassan Ali Al-Shaduri beliau punya murid namanya Sayyidi Abbas Al-Mursi yang makamnya ada di Alexandria, Mesir sana di pinggir laut seorang khalifah daripada beliau mengatakan 40 tahun aku tidak pernah terhijab dari Nabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم aku selalu bersama dengan Nabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم aku berbicara dengan Nabi Muhammad aku selalu memandang Nabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم 40 tahun tidak terhijab kalau aku terhijab saatan sejenak saja atau hanya sekejap mata saya aku tidak menganggap lagi diriku termasuk daripada kelompok orang Islam ketika Nabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم tidak ada dalam pandangannya tidak ada dalam pikirannya tidak ada dalam kata-katanya tidak ada dalam perbuatannya dia merasa bagaimana mungkin seorang umat Nabi Muhammad tidak mengenal Nabi Muhammad bagaimana umat Nabi Muhammad tidak bersama-sama dengan Nabi Muhammad bagaimana umat Nabi Muhammad tidak kemudian ada dalam hatinya nama Nabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم betapa sering kita kemudian melupakan Nabi Muhammad betapa sering mungkin kita tidak pernah membawa Nabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم di dalam diri kita dalam akhlak kita dalam keluarga kita dalam masyarakat kita kita sering melupakan ajarannya Nabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم maka peringatan maulid tidak lain kita selain bersyukur kepada Allah berbahagia akan sekelahirannya Nabi Muhammad senang akan adanya Nabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم juga kita diingatkan kembali tentang sosok Nabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم diingatkan kembali tentang ajarannya Nabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم diajarkan kembali tentang akhlaknya Nabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم Diingatkan kembali tentang komitmen Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad Adalah qudwa kita Nabi Muhammad adalah contoh Buat kita Maka kemudian Inilah cermin besar kita Cermin agung kita Cermin bersih kita Saatnya dengan peringatan maulid Kita kembali kepada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ahsanan nas khalqan wa khuluqah Orang yang paling bagus Wahir batinnya Fisiknya, akhlaknya Semua yang terkait dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Adalah kemuliaan Adalah keindahan Adalah kecintaan Memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dari segala sisi Adalah sebuah kemuliaan dan keindahan Bukan kita yang hanya mengakui Sebagai umatnya Nabi Muhammad Tentang keagungan Nabi Muhammad Orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad Orang-orang yang menghafiri daripada Nabi Muhammad Kofur terhadap kepada Nabi Muhammad Musuh-musuh Nabi Muhammad Semuanya mengakui akan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Mengapa kita umatnya melupakan ajaran Nabi Muhammad Mengapa kita umatnya jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dalam akhlak Kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Seberapa sering kita hadir di peringatan Maulid Seberapa sering kita kemudian membaca Maulid Nabi Muhammad Tetapi kemudian apakah Setiap tahun kemudian kita Kembali kepada ajaran Nabi Muhammad Menerapkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Tidak usah yang jauh-jauh Kita mulai dari yang kemudian Kita anggap sepele Kita anggap kecil Maulid hadir di mana-mana Kalau minum masih pakai tangan kiri Itu bukan ajarannya Nabi Muhammad Bukan adabnya Nabi Muhammad Kalau kita kemudian Minum masih jalan, masih berjalan Sambil jalan kita minum Apalagi sambil makan Itu bukan adabnya Nabi Muhammad Masuk ke kamar mandi Ke WC, ke toilet Kita kemudian Pakai kaki kanan Itu bukan adabnya Nabi Muhammad Semuanya Hal-hal yang kecil Kita mulai Kita berharap mudah-mudahan Setelah peringatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W. di malam hari ini Dengan keagungan Nabi Muhammad S.A.W. Allah buka kita punya hati Allah berikan hidayah Taufik inayah kepada kita semuanya Untuk kita kemudian membuka Kembali ajaran Nabi Muhammad Untuk kemudian memasukkan kembali Akhlaknya Nabi Muhammad Dalam diri kita Keluarga kita Anak kita Keturunan kita Masyarakat kita Dan semua sendi kehidupan kita Tidak lepas kita Dari Nabi Muhammad S.A.W. Terakhir Saya ingin menyampaikan Apa yang disampaikan oleh Saya punya guru Asyik Ali Jum'ah Fillahullah Mantan mufti Mesir Beliau mengatakan Barang siapa yang menginginkan Pintunya Allah Keredoannya Allah Keredoannya Allah Cintanya Allah Tetapannya Allah Ampunannya Allah Maka mintalah kepada Nabi Muhammad Maka mintalah kepada Nabi Muhammad Barang siapa yang menginginkan Kemuliaan dunia Maka ikutilah Nabi Muhammad S.A.W. Barang siapa yang menginginkan Pintunya surga Barang siapa yang menginginkan Pintunya surga Maka bersamalah Menyamai Hadir bersama Nabi Muhammad S.A.W. Ya Rabbana Mudah-mudahan Dengan keberkahan perkumpulan kita ini Tidaklah kita keluar dari tempat ini Kecuali Allah Ampuni dosa kita Allah berikan kita Hidayah Taufik inayah Untuk terus berjalan Di jalannya Nabi Muhammad Di toriqahnya Nabi Muhammad Mengikuti para ulama-ulama kita Agar terus mendapatkan Kita cucunan rahmah Berkah Ampunan Allah Cintanya Allah Keredoannya Allah S.W.T. Kepada kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah Sosya agama Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Sidik Fatani RCMA Kami ucapkan terima kasih Kepada Al-Habib Salim In-Umar Al-Habib Hadirin sekalian Inilah kita tunggu-tunggu Mawidza Athanah Yang kedua Dari guru kita Pimpinan Majlis Talim Wattadzikir Al-Yusren Depok Jawa Barat Jakarta Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Ali Shahab Pada tempat Dan kesempatan Kami persilahkan S.W.T. S.W.T. نبي محمد صلوا على النبي محمد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ممضاه يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ممضاه يا ربي بالمصطفى محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا وثقلين والفريقين وثقلين والفريقين نبينا الأمير فلا أحد يا ربي بالمصطفى أمين يا الله يا ربي بالمصطفى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مجتعم يا رب بالصحة أمين الله بجاه النبينا محمد يا رب ماما يا واسع الكرم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخرق كلهم يا رب بالصحة يا واسع الكرمي اللهم صلي وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد أن سيدنا محمد واشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ذو الشفاعة العظمى يوم الزحام اللهم صلي وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وعبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين سبقون بالإيمان والإسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا عبيب القلوب للأجسام الأرواح والقلوب منا تعظيما ومحبة وشوقا إليك يا سيدنا يا عبيبنا يا مولانا يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أيها الحباء بن المحبوب وقفة الأساتس والحجات السلام عليكم 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 dengan Barokah Nabi yang paling mulia Amin Ya Rabbal Alamin kita minta kepada Allah dengan Barokahnya Rasulullah dengan Barokah Sallallahu Alaihi Wasallam semoga Allah mengambil dosa-dosa kita dosa ketuaan tua kita dosa guru-guru kita dosa anak istri kita dan semoga Allah menerangi hati dan pikiran kita ini berlaku dengan Nur Nur ilmu Nur iman Nur amal Nur yakin Nur ikhlas Nur Nur ma'rifatillah Nur ma'rifatinnabi Nur mahabbatillah Nur mahabbatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga Allah menganugerahkan kepada diri kita ini sebanyak-banyaknya taufik hidayah riayah wan nihayah apabila ada di antara kita yang sedang sakit atau mungkin orang tua saudara anak istri yang sedang sakit semoga Allah angkat penyakitnya semoga Allah berikan kesehatan dan kekuatan Allah alhamdulillah dan semoga Allah berikan kita semua kekuatan istiqom Allah alhamdulillah dan semoga Allah luaskan rezeki kita Allah keburukan hajat kita Allah mudahkan segala urusan kita baik urusan duniawi wabur dan urusan ukhlawi kita dan semoga Allah melindungi diri kita keluarga kita anak istri kita rumah kita tempat tinggal kita kampung halaman kita dari segala macam balak musibah keburukan malapetaka dan bencana dan dari segala macam wapah penyakit dan apabila Allah Allah hendak wafatkan kita mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husdur khotimah dan semoga Allah jadikan kubur kita kelak satu taman dari taman surga Allah rata-rata menerima di jalan dan mengumpulkan kita semua kelak bersama baginda bersama Muhammad sallallahu alaihi salam bijahin nabi wabihaki salati ala nabi Muhammad sallallahu alaihi salam amin ya rabbal alami alhamdulillah pertama kita panjatkan puji sukar hadirat Allah subhanahu wa ta'ala tidak lupa pula kita eringkan kita haturkan kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam baginda alam nabi kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alali wa sahabihi wa salam tadi telah sama-sama kita dengarkan bagaimana tausiyah ma'u'inzah Hasanah disampaikan oleh guru kita bersama yaitu Ustadz Siddiq Fafoni bagaimana kita dengarkan dari beliau ya bahwasannya kita ini keseharian kita jangan lepas dari baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Islam adalah syariat yang dibawa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dari melek mata sampai mau menutup mata semuanya diatur oleh Islam semuanya diatur dalam ajarannya baginda dan besar Muhammad betul nggak kita melek mata sudah suruh ngapain sampai kita mau tutup mata mau tidur juga ada disuruh ngapain baca doang semuanya ada aturan semuanya bahkan untuk maaf ngomong buang air kecil sekalipun diatur begitu indahnya ajarannya Rasulullah begitu sempurna syariat yang telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nah para hadirin sekalian kita ini ini berusaha untuk bisa mencintai Rasulullah berusaha untuk bisa mencintai Rasulullah tapi kalau kita tidak ada di dalam diri kita di dalam hati kita untuk mengenali untuk mencari tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nggak bakal bisa kenal kita sama nggak bakal bisa cinta kepada Rasulullah Rasulullah pepatah yang sudah sangat viral dari zaman kita punya ngongkong sampai zaman generasi alai zaman sekarang ini tak kenal maka tak tak sayang maka tak tak cinta tak bisa kenal kalau tak ada ilmu tak ada ilmu kalau nggak ngaji ujung-ujungnya semuanya butuh apa semuanya butuh ilmu Rasulullah menjelaskan kalau pengen dunia harus dengan ilmu pengen akhirat harus dengan ilmu semuanya tidak bisa lepas dari ilmu kita pengen bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak ada ilmu untuk mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gak bakal bisa kita untuk mencintai baginda besar Muhammad yang namanya cinta adalah buah dari perkenalan orang nggak bakal bisa cinta kalau belum ke kenal kalau nggak percaya yang muda-muda coba tanyain dah sama yang subih tua orang itu bisa cinta karena kenal ditemukan dijodohkan mungkin-mungkin belum ada cinta dijodohin sama orang tuanya nih laki sama perempuan dijodohin nikah cinta belum belum ke kenal menjalani rumah tangga lama saling kenal selain kenal akhirnya tumbuh rasa cinta jadi artinya untuk bisa mencintai kita harus kenal untuk bisa kenal kita harus ada ilmu untuk ada ilmu kita harus taklim atau ngaji belajar nah para hadirin sekalian kalau bicara untuk mengenai Rasulullah ilmunya apa saja banyak diantara mempelajari sunnah-sunnahnya Rasulullah dan mempelajari mencari tahu biografi Rasulullah siapa Nabi kita ini orang banyak mengaku menjadi umatnya Nabi Muhammad tapi tidak tahu sama nabinya bahkan na'udh bila'udh 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 dia cuma tahu namanya saja nama Nabi kamu siapa Nabi Muhammad nama ayatnya siapa Nga Nga Begok apalagi ditanya nama kakeknya apalagi ditanya nama pamannya apalagi ditanya kisah-kisah baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan anak-anak zaman sekarang anak zaman sekarang kalau kita tanya ya ini Rasulullah yang memberikan ide kepada Rasulullah s.a.w pada saat perang handak contoh pada saat perang handak itu memberi ide untuk membuat handak atau parit itu siapa bingung anda bukan tanya sama rakyat ini contoh itu anak-anak sudah nggak tahu bingung anak geren ditanya geren ditanya teman-temannya Doraemon aja langsung tahu semua langsung faham ini menunjukkan bahwa saja pergeseran cara berpikir umat akhir zaman sekarang ini daripada mengenali nabinya mereka hatinya dan pikirannya lebih sangat tertarik dan terdorong kuat untuk mengenali sosok-sosok yang yang jauh dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nah para hadirin sekalian di antara kemuliaan-kemuliaannya baginda besar Muhammad Shallallahu wasallam banyak sekali Al-Fagir yakin Anton semua yang hadir di sini sudah banyak pun mengetahui mengenai mengenai kemuliaan-kemuliaan dan keagungan baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana disebutkan bahwasannya Muhammad dan basalun lakal basal bahwa keliagut bin al-hajar Nabi kita Nabi Muhammad itu manusia betul Nabi Muhammad itu adalah manusia bukan malaikat Rasulullah bukan manusia seperti kita tapi di sejelaskan dilanjutkan Muhammad dan basalul lakal basal dia tidak seperti manusia pada umumnya enggak sama bahwa keliagut bin al-hajar akan tetapi Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu laksana batu yakut batu mulia intan permata dibandingkan dengan batu-batu lainnya batu kerikil manusia dari awal zaman sampai akhir zaman hatta sama seluruh Nabi dan seluruh Rasulnya ya dibandingkan semua Rasulullah manusia yang lain semuanya batu kerikil Nabi Nabi Muhammad